أحمد أجيلك يمكن إحنا كنا مع بعض وكان عندك حلم حلم ده ابتدى بطولة أفريقيا كلمني عن البطولة استعدادتك لها يعني أنت عرفت إمتى تشارك وتم اختيارك إزاي مع منتخب مصر كلمني عن كل ما أحييت بالبطولة قبل انطلاق والله البطولة دي كان ديها قصة كبيرة يعني كانت بدأت الأول بعد البطولة الدولية على طول البطولة الدولية دي كانت شهري كان كانت تقريبا في شهر شهر تمانية تقريبا كلموني بعد ديها على طول كان الوقت كان دايق أصلا بعد البطولة أنك أنت محتاج تريح وانت تجهز خصوصا كمان كان فيه بترات تانية بعدها مين اللي يكلمك منتخب مصر مدير فني ولا الاتحاد الاتحاد كلموني فكان التجهيز كان قليل قوي يعني كان حوالي تقريبا من أسبوعين أو ثلاث أسابيع طبعا كان فيه يعني كان فيه أصلا إصابة كانت حصلت قبلها فالموضوع كان كان عندك إيه كان عندي مشكلة في المعدة كده كانت حصلتلي فكان رازم أن أريكوفر بعدها وأن أنا أبدأ أجهز بسرعة فكان ما ده فيه ضغط نفسي ويعني بشكر طبعا الجهاز الفني اللي كان معايا وبشكر طبعا دكتور روليك جابر هو المعد النفس بتاعي هو طبعا سعيدني جامد لأن طبعا فكرة أن أنا أكون موجود أسبوعين في نفس المكان بلعب 18 و 16 المعد النفسي كان معاك هناك في البطولة كان طبعا يعني فكرة أنا أصلا ألعب 18 و 16 أسبوعين على طول كان طبعا محتاجة أن أنا أكون يعني الحمل اللي أكون متعود عليه أن طبعا حمل كبير طبعا نعرف أسبوعين واربعد بنفس الانتنستي بنفس كل حاجة فدي طبعا حتة فيها يعني مدرب الأحمال طبعا أنت عدت أسبوعين هناك عدت أسبوعين أوه طبعا عشان تحت 18 و تحت 16 وانت خدت تحت 18 سابع أنا قلت في البداية أن أنت في الإنترو يعني أنت خدت سابع أنت شاركت في المرحلتين السنينتين وده منتهى الصعوبة على اللاعب لألعاب الفردية طيب ويعني المستويات أخبارها أفريقية شايف أننا في المستوي ده أو في السن ده طبعا إحنا بقنا فترة ما خدناش المركز الأول في السن ده شايف الدنيا أفضل أحسن الأمور ماشية إزاي إحنا دلوقتي إحنا بنتطور جامد يعني إحنا حتى أظن أن في تحت 14 كمان فيه نتائج عالي قوي وحتى في تحت 16 كمان إحنا إحنا أول وثاني ورابع أفريقيا عشاء الله طبعا حاجة كبيرة جدا خصوصا كمان إن في السن ده إن شاء الله سنة جاية برضو هنعمل نفس النتيجة إن شاء الله والسنين اللي بعدها كمان لإحنا إحنا عندنا بوتانشل زي ما قلت قبل كده لما جئت في هدبك قلت أنا عندي هدف إن أنا أريد أن أصل بالضبط طبعا ومشان الواحد يعني أنا ومصطفى وناس كتير من نادي الأهلي كمان عندهم الحافظ أن إحنا نعدي ونروح في حتك حتك دي ده قوي يعني أول مرة أول مرة نعملها يعني إن شاء الله وإنتوا قادرين على كده أبو حميد والله وإنت وعدت صحية وكنت معي وقفيت يعني الحمد لله بتويت أفريقيا